في سياقنا متصل تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان تقديم الخدمات المختلفة للوافدين القادمين من دولة السودان وذلك عبر المعابر البرية في أرقين وقسطل ومستشفى أبو سمبل الدولي بجانب الموقف الدولي بكاركر هذا ويتواصل توافد المصريين والسودانين ورعاية الدول عبر معبري أرقين وقسطل الحدوديين ولمزيد من المتابعين ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري الزميل محمود جميل محمود بعد التحية صف لنا الأوضاع لديك الآن نعم يوسف لازالت الجهود تتواصل هنا لاستقبال الوافدين السودانيين عبر معبري قسطل وأرقين وسط زيادة في وطيرة العمل الخاصة بسواء تسهيل الإجراءات أو حتى وسائل النقل التي تنقل الوافدين اليوم رصدنا حركة كبيرة وتوافد أعداد كبيرة من معبر قسطل عبر العبرتين التابعتين لمحافظة أسوان التي تنقلهم من ميناء حجر الشمس ووصولا إلى هنا في ميناء أبو سمبل النهري وفور وصول إحدى العبرات تواصلنا مع عدد من السودانيين الذين توافدوا ووصلوا إلى هنا في ميناء أبو سمبل وعند حديثنا معه أولا أحد المواطنين وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ولكل السلطات المصرية على ما تبذله من مجهود وتسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات لهم وأكد على أن مصر ليس البلد الثاني ولكن هي بلدهم الأول التي توجه إليها فور اندلاع الأحداث وتحدث بالطبع عن خطورة الأوضاع في السودان وإصابة أسرته ولكن استطاع بعد 14 يوما من إصابة أسرته أن يخرج من الخرطوم ويتوجه إلى معبر قسطل ثم المجيء إلى هنا في ميناء أبو سمبل النهري ثم سيتوجه إلى العاصمة القاهرة وأيضا أكد على أنه يتمنى أن يدخل الإعلان الذي تم إعلان الهدن الذي تم في جدة أن يدخل طبعا نحيز التنفيذ لتتمكن الأسر وتتمكن بالطبع يتمكن المواطنين الموجودين في السودان في الخروج من السودان والمجيء إلى مصر أو حتى يعني دخول المساعدات الإنسانية إلى السودان وأكد أن هناك عدد كبير موجود في وادي حلفة في القنصلية المصرية في وادي حلفة كل هذه الأعداد تستعد لإنهاء الإجراءات والعبور عبر معبر قسطل للوصول إلى مصر وأكد أنه يعني يوجد كل الخدمات التي يتلقونها بمجرد الوصول من خدمات صحية متمثلة في العيادات الثابتة في معبر قسطل التي تقدم كل خدماتها الطبية عبر وجود عدد كبير من الأطقم الطبية البشرية في مختلف التخصصات وأيضا للطباء الصيادلة وأيضا المساعدات أو الدعم الجذائي الذي يقدم لهم هذا مع حفاوة الاستقبال من المواطنين هنا في مدينة أبو سنبل أو حتى في مدينة أسوان فبالتالي كل الخدمات تتواجد وتقدم لهم على قدم وساق وسط متابعة من محافظة أسوان لمتابعة أي جديد في زيادة الأعداد التي تتوافد إلى هنا في ميناء أبو سنبل النهرية نعم زميلي محمود جميل كنت معنا من معبر قسطل شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر